أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة إذن في هذا الفيديو سنتطرق لآخر التطورات في قضية وفاة السجراماز فرح القاضي وكذلك بشوف عديد الأخبار ومنها هذا الخبر الأول إذن الإعلامية بيزردي توضح بخصوص عودتها للعمل في قناة سام الفهري والعرض الجديد الذي وصلها إذن كشفت مصادر صحفية أن الأعلامية بيزردي لم تحسم بعد قرارها النهائي بشأن العودة إلى البرامج التلفزيونية وذلك بعد إيقاف برنامج أمين جارة والأزمة التي حصلت مع قناة سام الفهري بسبب مشاكل في خلاص الأجور وحسب بعض المحيطين بها فإن الزردي قد تفاجئ الجميع بخطوة جديدة خاصة بعد تلقيها عرضا لتواجد كممثلة رئيسية ذمن عمل الدرامية لشهر رمضان القادم ويبدو أن هذا العرض يأتي في وقت مناسب للأعلامية التي تبحث عن تجارب جديدة وتحديات مختلفة في مسيرتها المهنية إذن إضافة إلى ذلك بدأت بيزردي في التحذير لمصرحيتها الجديدة مع الفنان لمين النهدي والتي تحمل عنوان مجنون بيزردي هذه المصرحية المنتظرة تعتبر من أبرز الأعمال الفنية التي يتم التحذير لها حاليا ومن المتوقع أن تلقى اهتماما كبيرا من الجمهور والنقاد على حد سوى بيزردي لما تصرح حتى الآن بأي تفاصيل رسمية حول خطواتها المقبلة مما يترك الباب مفتوح أمام التكهنات والتوقعات مع ذلك يبدو أن جمهورها ينتظر بفرغ الصبر عودتها إلى الصحة الفنية بشكل من الأشكال سوى أن كان ذلك عبر الشاشة الصغيرة أو خشبة المصرح يذكر أن بيزردي تعتبر من الأسماء اللامعة في مجال الأعلام والفن بتونس وقد أحققت نجاحات كبيرة خلال مسيرتها المهنية بفضل موهبتها وحضورها المتميزة إذن في متابعة لوفاة الأنستجراماز وفرح بالقاضي إذن ستوريات التي تم حذفها من أنستجرام المرحومة فرح القاضية منذ وفاتها أثارت قصة فرح القاضي تعاطفا واسعا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي كانت فرح بمسيرتها المهنية وأسلوب حياتها تمثل نموذجا إيجابيا للعديد من المتابعين ومع ذلك أدى حذف بعض أسطوريات من حسابها على أنستجرام إلى موجة من التساؤلات والجدل حول أسباب والدوافع وراء هذا الإجراء أولا يجب الإشارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي مثل الأنستجرام تمنح للمستخدمين حق التحكم في محتواهم بشكل كبير ولكن عند وفاة المستخدم تصبح الأمور أكثر تعقيدا قد يتدخل أفراد العائلة أو القائمون على حسابه لاتخاذ قرارات بشأن المحتوى سواء للحفاظ على الخصوصية أو لتجنب إساءة استخدام المحتوى في حالة فرح القاضي رحمه الله يمكن أن يكون حذف أسطوريات نابعا من رغبة عائلتها في حماية ذكراها ومنع استغلال محتوياتها بطرق غير لائقة أو مسيئة فمن المحتمل أن تكون هناك مشاعر أو معلومات شخصية تتضمنها هذه القصص وقد يفضل الأقارب إبقاءها خاصة بدلا عن عرضها للعامة علاوة على ذلك هناك جوانب أو جانب قانوني يجب مراعاته حقوق الوصول إلى حساب المتوفي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون موضع نزاع بين أفراد العائلة أو حتى بين العائلة والشركات المشغلة لتلك المنصات في بعض الحالات قد يتم حذف المحتوى لتجنب أي خلافات قانونية محتملة أو تنفيذا لرغبة الفقيدة التي قد تكون عبرت عنها مسبقا لا يمكن تجاهل أن حذف استوريات قد يترك بعض المتابعين في حالة من الحزن أو الأحباط خاصة لأولئك الذين كانوا يعتبرون محتوى فرح القاضي رحمه الله مصدر لإلهام والقوة لكن في النهاية يظل الحفاظ على كرامة وخصوصية الفقيدة أمرا له أولوية قد يكون من الأفضل أن نحترم قرارات العائلة ونتفهم دوافعهم مع تذكر فرح بأفضل صورة ممكنة وتقدير اللحظات الجميلة التي شركتها معنا ختاما فإن قصة فرح القاضي تذكرنا بأهمية احترام الخصوصية الأفراد حتى بعد رحيلهم وأهمية التعامل بحضرة ووعي مع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي سواء كنا نستهلكها أو نديرها في النهاية تبقى ذكر فرح حية في قلوبنا من أحبوها وتابعوها ولا يمكن لحذف بعض القصص أن يمحو أثرها الإيجابي على الحياة الأخرين إذن وفي متابعة لهذا الموضوع شهدت وسائل والأعلام منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا عقب نشر دورساف الكرونيكور المعروفة بقناة التاسعة معطية جديدة حول وفاة فرح القاضي في إيطاليا هذه المعلومات الجديدة دفعت خول سليماني الشخصية البارزة في المشهد الأعلامي للتواصل مباشرة مع دورساف لمناقشة ما تم نشرها بعد أن كشفت دورساف عن تفاصيل جديدة حول وفاة فرح القاضي تواصلت خول سليماني معها ولكن لم ترد سليماني حتى الآن على هذه المعلومات أولى تقدم تفاصيل إضافية في خطوة غير متوقعة قررت دورساف نشر جميع المحادثات بينها وبين خولها على مواقع التواصل الاجتماعية مما أثار المزيد من الجدل وزاد من حدة النقاشة لم يقتصر الجدل عن نشر المحادثات فحسب بل تصاعد بعد قيام دورساف بمواجهة خول سليماني مباشرة على حسابها الرسمي على الانستجرام هذه المواجهة العلنية جذبت انتباه العديد من المتابعين وأثارت ردود فعل متباينة حيث عبر البعض عن دعمهم لجراء الدورساف في كشف الحقيقة بينما انتقد أخرون طريقة نشر المحادثات الخاصة واعتبرها تعديا على الخصوصية يبدو أن القضية ستستمر في إثارة الجدل لفترات طويلة خاصة مع انتظار رد خول سليماني وتوضيحها للحقائق تظل الأسئلة مطروحة حول الدوافع وراء نشر المحادثات وتأثير هذه الخطوة على العلاقة المهنية والشخصية بين الطرفين من المتوقع أن تكتشف أو نكتشف المزيد من التفاصيل في الأيام القادمة مما سيزيد من تعقيد الأمور ويشعل المزيد من النقاشات القضية تبرز أهمية التعامل بحضر مع المعلومات الشخصية والحساسة وخاصة في عصر السوشيال ميديا حيث يمكن لأي خطوة غير مدروسة أو تتحول إلى موضوع جدل واسع يبقى على الأعلميين والشخصية العامة أن يتحل بمسؤولية في نقل المعلومات ومشاركة التفاصيل لضمان الحفاظ على المهنية واحترام الخصوصية إذن بعد الجدل الواسع عائلة المرحومة فرح القاضي ترسل رسالة إلى الشعب التونسي إذن في هذه الرسالة قالوا نتوجه إليكم اليوم برسالة مفتوحة بقلوب مليئة بالحزن والأساء نناشدكم فيها أن تتوقفوا عن الحديث عن فقدتنا الغالية المرحومة فرح القاضية نعلم جيدا أن رحيلها أثر في قلوب الكثيرين منكم وأن صدمة فقدانها كانت قاسية على الجميع ومع ذلك نطلب منكم بكل احترام وتقدير أن تلتزموا بما تمليه علينا تعاليم ديننا الإسلامي أو أن لا تتناولوا أخبارها بعد وفاتها إذن لقد كانت فرح إنسان طيبة عاشت بيننا بكل حب وسلام نطلب منكم أن تحترموا خصوصياتنا وخصوصية المرحومة وأن تتجنبوا تداول أي معلومات قد تضر بذكرى الفقيدة أو تزيد من ألمنا وحزننا نحن لا نسعى إلى معرفة ملمسات أو تفاصيل قد تجلب لنا المزيد من الحزن والأساء بل كل ما نريده هو أن تدعو لفرح بالرحمة والمغفرة لذلك نطلب منكم وقف الحديث عن المرحومة فرح القاضي احترام رغبتنا في إغلاق هذا الموضوع نهائينا دعونا نركز على الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر والسلوان إننا نعول على تفاهمكم وتعاطفكم معنا في هذا الوقت العصيبة وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم شكرا لكم على تعاونكم ودعمكم رحم الله فرح القاضي وأسكنها فسيح جناته عائلة المرحومة فرح القاضية إذن كانت هذه رئيسة رسالة عائلة المرحومة فرح القاضية إذن أصدقائي لأول مرة يشاهد محتوانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس بجدماء يصلكم الجديدة شكرا على المتابعة والاهتمام ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء